السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير و احوالكم طيبة وصفتنا لهذا النهار لبراونيز او لا كيك براونيز الوصفة هدي او لهذا الاختراح نفضل دائما نوجده او لنقدمه منك يكون جو بارد لانها غنية بالشوكولاتة وصفة ناجحة واي اخت عندها مشكل في تحضير هاد النوع ديال الكيك لانك تكون في بعض التعقيدات لكن ان شاء الله الوصفة ديال هاد النهار جد مبسطة وناجحة وكيف قلت اي اخت عندها مشكل في تحضير هاد الكيك غادي نجح معاكم كيجي خفيف غني بالشوكولاتة وفي نفس الوقت كيجي غزال انا متأكدة وصفة ناجحة مليون في المياه وغادي نشوفوا مع بعضيتنا اهم النصائح باش نحصلوا على نتيجة زمينا بالاضافة ديال المكون ان شاء الله غادي ننجح معاكم هاد الكيك براونيز وغادي تولي الوصفة المعتمدة عندكم وبدون تعقيدات يعني حتى المقادير او العبار ديالها مضبوط وسهل يلا هنبدو على بركتي الله غادي نحتاجوا مية وخمسين جرام ديال زبدة حيوانية كنا اكد عليها انها هتكون حيوانية يعني ماشي المارغارين باش تعطينا نتيجة زوينة هادي نحتاجوا ميتين جرام ديال الشوكولاتة تكون فيها نسبات الكاكاو عالية فوق خمسة وخمسين في المياه هنا بالنسبة لي هادي نوريكم العلبة اللي وضفت هادي فيها ميتين جرام او مية وثمانين جرام يعني اخديت منها واحد طريفات النص اللي كي بلكم لون دياله مغالق هي ديال السبعة وسبعين او لا تنين وسبعين في المياه وما تبقى انضفت الكيمياء ديال عفوا فيها تنين وسبعين في المياه ما تبقى كيمياء ديال شوكولاتة اللي فيها خمسة وخمسين في المياه يلا كنتو كتبغيو شوكولاتة يكون قاسح ممكن انكم تديرو تنين وسبعين في المياه ثلاثة الحبات ديال البيض بدرجات حرارة المطبخ نحتاج كاس ديال سكر سنده او سكر حبيبت ونسكس ديال دقيق معلقة كبيرة ديال كاكاو المر والقطاع ديال القرقاع اللي كتبقى للتزيين كنديروها في الدخل غدي نزيد نوضح معاكم بالنسبة للشوكولاتة يعني بالنسبة لي ما ديروش النسبة اللي تكون عالية لانك تجي مر وفي نفس الوقت ما تكونش اقل من خمسة وخمسين في المياه ديال كاكاو كناخد كاسرول غدي ندير فيها الزبدة وغدي ندير ونحط فيها احتى شوكولاتة وغدي نديرهم يدوبو في حمام مريم انا كنت دير الكاسرول ديجا كتسخن وكيف قلت في حمام مريم باش يدوبو هكاية وبالنسبة للشوكولاتة نحاول اننا ندوبوها واحد طريف يبقى فيها خارج النار باش كتبقى النسبة ديال شوكولاتة او المداقة ديال شوكولاتة زوين في بول او لفقينة كناخد البيض ديالي تريدقى ديال الملحة لتصحيح الدوق وهنا لا تحت لنا شي حاجة من البيض كنحيدوها بطبيعة الحال غدي نضيف كاس دي السكر ساني دا السكر حبيبات وغادي نخلط البيض مع السكر مزيان بالنسبة للبراونيس ماشي ضروري انه يتخدم حتى اللون دياله كيتفتح لا غير كيتجانسولينا المكونات مع بعضياتهم يعني ماشي بحال كي كانخدمو الكيك العادي او لا كيف كانخدمو الجنواز يعني حتى كيتفتح اللون او لا كيولي اللون ديال البيض او الخالطة ديالنا بيض لا غير كيتجانسوا مع بعضياتهم مزيان وغادي نتوقفو من الخفق وكيشفتو معايير كمية ديال الدقيق ما كتكونش كتيرة نص كاس ديال الدقيق غادي نضيف كيس ديال سكر مناسم بالفانيلا ممكن تكون حتى الفاني السائلة وغادي نخلط هاد الفاني مع البيض ومع السكر ودائما إلا كان عندنا شوكولات زوين فهاد البراونيز كتعطينا مدق زوين أما إلا درنا بديل شوكولاتة رهما كتكونش نفس المدق ما كيكونش المدق زوين ديال البراونيز اللي كنا اخدوه في المحلات او لا يعني في المخابيس الكبرى هنا ملعقة ديال العسل كتعطينا واحد تعليكة زوينة لهاد البراوني ديالنا او للبراونيز وغادي نخلط حتى غادي ندمج العسل ومن الاحسن يكون عسل طابعي يكون احسن بالنسبة للشوكولاتة هي هادي مع الزبدة بعد ما دوبناها وكنحاول انني نبردها طبعي الحال ما غاديش نضيفوها وهي ساخنة هاد شعرش كان بدوبها هي اللولا وكننبدأ نضيف على دفعات وانا كان نخدم وكيف قلت كان حاول انني نبرد الشوكولاتة اكيد ما تكونش سخونة باش ما نفرغوهاش فوق البيض وهي ساخنة كنقسم الخليطة ديالي الثلاثة ديال الدفعات او لا ثلاثة ديال الحساس سافيك نحيي ديك الرجيلة ديال الخلاط الكهربائي والخليطة ديالنا كيجي بهاد الكتافة هادي يعني كيكون غني بشوكولاتة بالزبدة وهنا غادي نبدا نضيف الدقيق عندنا نسكس ديال الدقيق كنضيفو على دفعات بحال هاكاية طبيعة الحال ضروري ما كيكون مغربلو كنعاود نغربلو مرة تانية مغربلو كبيرة ديال الكاكاو وكل ما كان عندنا الكاكاو الامر نوعية مزيانة الاو اكيد نتيجة ديال البراونيز غادي يتكون زوينة ما ديروش داك النوع لي كيكون اللون ديالو غالق بزاف او لا اللون لي كيكون كحل هادك رغير كينشف لنا الكيك ديالنا بصفة عامة كنقولها ونعودها دائما في الوصفات الكيك السابقة وكيعطينا المرورة او لا كيعطينا المدق ديال المرورة هنا الراس ديال المعلقة ديال الخميرة كيموية او لا البيكين باودر ولكن هاد الراس ديال المعلقة كينجح معنا البراونيز ولو تكون اول مرة غدا تصيبو اي اخت او لا اي مبتدئة ناكد على الراس معلقة ديال الخميرة كيموية او لا بيكين باودر وغدي نضيف هنا شوية هي القرقاع مقطع قطع صغيرة فهاد المرحلة هادي كنكون شعلت الفران باش غدي يسخن لانا البراونيز كيدخل الفرن اللي كيكون ساخن ماشي الفرن بارد بحل كيك اليومي اللي تعودنا مع بعضياتنا اه كنصيبوه هنا بالنسبة لهاد القالب او لهاد الاطار انا اخديت يعني القالب اللي كيتحل عفوا من الجوانب لبس له ورق الالمينيوم ورق المطبخ من الداخل باش كنصيب كادر كيف كان قولوه او لا قالب اه يصلح لي هاد البرونيز لانا اللو اللي بلي كم عندي كبير وهذا صغير والجوانب ديالو كيكونوا يعني ماشي اه هتكونوا فهمتوني مبغيتش الجوانب يكونوا دائريين باش هكما يكونش عندي الكسور في هاد البرونيز وكندهن الجوانب يعني حاولت انني نصيب اه قالب لي جيء القياس ديالو لهاد الكيكي براونيز صافيو كنفرغ الخليطة ديالي كيف كتشوفو معايا بيد ما كيبرد صافيك يبدي شوية هو يتماسك لانا فيه كمياء ديال الزبدة مع الشوكولاتة وقد انقضي لها الوجه ديالها طبعا الحل اليك تبغيوا الكيك ديالكم او الكيك براونيز ديالكم يكون عالي ركت تاخدوا قالب اولا اطار صغر من هاد القياس اللي صيبت انا انا كنبغي يكون يعني ارقيق ما يكونش عالي بزاف على العموم هو دائما ما كيكونش عالي سافي كنقضي لوجه دياله والفرن كيف قلت كيكون ساخن هنا يدرت هاد القلب ما كتحطوش نيشان مباشرة لاناني كنت سايبتو فلو ورق ورق الالمينيوم لهذا خاصو تكون عنده قاعدة سافي قد ندخلو الفرن كيكون ساخن من جهة السفلة ما كياخدش وقت طويل في الطياب 20 دقيقة بالنسبة لي فرن كهربائي 160 درجة 20 دقيقة سافي او لا اقل كيكون رهواجد لان كيمية الدقيق كيف شدتو معي نص كاس ماشي شي حاجه كتيرا سافي الكيك براونيز ديالي هو هدا بعد ما وجد كيجي على هاد شكل كيجي خفيف يعني حاولوا انكم ما تعطيوش وقت طويل في الطياب باش ما يقصح شو ما ينشفش كنجربو بالطريقة المعروفة كنناخد سكين وهنا هاد المرحلة كتبقى اختيارية للتزيين فقط كيلي كيبغي ديالي ها شوكولاتة كيلي كي يقدمو بحال هكا انا تبقى تيا شوية ديال شوكولاتة معها شوية ديال القشدة يعني اذا درت شوكولاتة ببوح ديتها غدا تقصح وكتبدا تكسر لهذا حاولت انني نخففها بشوية ديال القشدة اضافت لها قطع ديال القرقاع او لزيين اضافت لها قطع ديال القرقاع او لزيين بشوية ديال القرقاع وخليتها حتى بردات ضروري انكم تخليوا البراونيز ديال ولكم حتى يبرد مزيان كل ما خليته برد مزيان الا وكيجي معلك يعني ممكن ديره في الصباح ما نقدموه تلاشية او نصيبوه في العشية ونقدموه في الصباح انا هنا خليته تقريبا غير واحد الساعة سوف يبديت نقطعوه معاكم مباشرة لان كل ما خليناه الا وكيجي معلك من الداخل يعني كيجي فازق من الداخل ما كيجيش ناشف كل ما خليته قلت بقى مدة اطول شوفوا معايا ما فيه لك وصور لوالو الجوانب حيث غير باشك نقدله شكل دياله يعني قطعته مربعات كل وحده وتقطع القياس اللي كتبغي وصفة ناجحة كيجي مسفج من الداخل وفي نفس الوقت معلك مدق يعني ممتاز ممتاز ديال الكيكي براونيز وهادي اول وصفة عندي في القناة وحاولت انني نوضحها مزيان او لا نعطيها حقها في الشرح مزيان باش تنجح معاكم ان شاء الله كتجي على هاد الشكل انا قطعتهم قطع شوية كبار ممكن انكم تقطعوهم قطع صغير كتخرج الخير والبركة وكتقدموهم كيف قلت كل ما خليناها ممكن احتتبت اليوم الثاني وعاد غدين تستمتعوا بالمضاق لغزال ديال البراونيز كنتمنى اخوتي الاقتراح ديال هاد النهار يكون ناس احسانكم ما تبخلوش عليها بواحد اللايك للتشجيع فضلا اخوتي لان اللايكات هي تفاعل مع الفيديو ومع القناة وواحد تعليق من تعليقاتكم زوينة وما فيها بس انكم تبرتجيوا الوصفة مع العائلة والاهل والاحباب ولكن اول زيارة لكم من القناة تعجبكم المحتوى فعلوا الجرس بالطريقة الصحيحة باش توصلوا في جديد الوصفات والحلقات وهنا قطعت معاكم واحد طريف باش شوفوها كيفاش كتجي يعني كتجي مع الكه من الدخل وخصوصا من كي كل جو بارد يعني كل وحده وكيفاش كتبغي تاخد الكيك براونيز ديالها وصفة ممتازة وناجحة مقادير مضبوطة ان شاء الله سوف نجربها وتردوا عليها تخليوا لي رأيكم ان شاء الله في التعاليق خليت لكم الراحة في اماني الله الى اقتراح اخر ان شاء الله